بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا العزاء. اهلا ومرحبا بكم في بارد سيفنتين. وده اخر جزء في شابتر وان. والعناصر الانشائية عموما اللي موجودة في اي ستراكشور اللي هتقابلنا هي سواء كانت البيمز او السلابز او الكولمز. العناصر ديتها اللي موجودة في اي ستراكشور. يعني على سبيل المثال فيه كونيكشن هو بين كولم وبين كاميرا. بس طبعا ده في حالة انظر سيزميك ديزاين. لما تبقى الكاميرا سبجيكت تو سيزميك لود. بعد كده ده اللود. اللود ده هو اللي بيؤدي في الاخر ان احنا نصمم سيكشن بالتفاصيل اللي احنا شايفينها ديت بالابعاد دي بحديد التسليح اللي موجود عندنا. طيب. زي ما احنا شايفين في الرسمة ديت. ده بتاع الكاميرا. ودوت بيبقى عبارة عن بوتوم رينفورسمنت. توب رينفورسمنت. ده شكل القطاع اللي عندي بيوضح كل التفاصيل بتاعة حديد التسليح. ده ما احنا شايفين ان الحديد ده كله موجود داخل الخرصانة. يعني الحديد ما بيبقاش ظاهر عندي ليه? لان لازم يبقى فيه هنا. الكافر دوت يعمل الستيل عشان ما يحصلش اللي ممكن يؤدي الى وبالتالي يحصل الفليا. برضو ديت كاميرا. الكاميرا ديت ادي بتاعها. ده احنا نتعلم الكلام دوت ازاي بعد ما نعمل الحسابات بتاعتنا نعمل ازاي نرسم بكل التفاصيل الموجود. الكلام دوت على سبيل المثال لكاميرا والكاميرا ديت سيمبل بيم. برضو زي ما احنا شايفين هنا ده تفاصيل الحديد بتاعة الكاميرا. تفاصيل الحديد بتاع دي او اللي لازم كل التفاصيل هنتعلم ازاي نحسبها وازاي نحط التفاصيل ديت في الرسم. عشان اللوحات هي اهم حاجة بعد كده حنتعامل معها. طيب برضو مثلا تفاصيل الحديد بتاعتها زي ما احنا شايفين اوه. حسب نوع الريتينينج وول لازم كل التفاصيل الانشائية تبقى موجودة في اي لوحة هنعملها وبنعمل فيها ديزاين للريتينينج وول. طيب مسلا عندي الفريمز. الفريمز ديت او اه دي بنسميها الجردر. دي بنسميها الجردر. وده الكولمز. وده شكل الحديد. اللي حنتعلمه لما نيجي نعمل ديزاين للفريمز. سواء اللي فريم دوت كان يعني فتحة واحدة او او مالتي ستوري فريمز. بعد ما بنعمل الديزاين بنرسم التفاصيل الانشائية على لوحات. ونحط عليها كل الداتا. لان زي ما بنقول احنا كمهندسين. الشغل بتاعنا كله دي بنده على الرسومات. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.